كل حال خلينا نبدأ ونقول كده يعني ان شاء الله نحن بنبدأ يومنا وأكيد أكيد قلوبنا مع منتخب مصر وفي نهاقي بقى خلاص أمم أفريقيا أمام منتخب كبير السنغال أكيد منتخب كبير جدا منافس طبعا مش سهل خاصة أن نحن بنقول نحن لعبنا ثلاث نطشاط في الأدوار السابقة كان بوقت إضافي ده أكيد لو جيت كده حلتها هتلاقي إجهاد بدني كبير جدا على اللعيبة لكن احنا بنثق في لعبتنا ورحم القتالية وحمسهم عشان يحققوا بقى لقب التهمن بإذن الله ده للشعب المصري أكيد والعربي كمان منتظروا الجانب الآخر وهو بقى السنغال عندهم ريحية كريم برضو لما تيجي القارن بنسبة كبيرة جدا بدنيا وفنيا وطبعا ده يقود هجومهم يعني يعني زي ما انتم عارفين ساد يوماني طبعا رفيق محمد صلاح في الليفر بول بس بعيد عن يعني منافسة المنتخبين هتلاقي منافسة خاصة بين كمان الثنائي يعني هو ده اللي هيبقى حلو عشان كده احنا بنتكلم من يعني مباراة حلوة واعتقد الناس كلها متوقعة ان هي هتكون مباراة كمان ممتعة هتشوف مطش فعلا حلو وهو المطش برضو الفاصل يعني ذهابوا عدو طبعا للوصول لخلاص كأس العالم قطر بقى عشرين اتنين وعشرين لازم برضو نخلي بالنا جدا ان ده يعني تاني نهائي بتوصله السنغال بعد بطولة 2019 واكيد برضو احنا مش عايزين او هم حيبوا مش عايزين يخسروه زي ما خسروا النسخة الاخيرة اللي كانت يعني امام الجزائر فعلى كل حال والا احنا برضو فالموضوع هيبقى صعب الموضوع هيبقى فيه تحدي ان شاء الله كل التوفيق المنتخب مصر على فكرة مطش النهاردة ان شاء الله هتبقى لي نسبة مشاهدة عالية جدا مش بس مننا كمصريين او كعرب او كان طبعا مشجعي منتخب السنغال كمان كل تقريبا محبي ومشجعي ليفر بول الانجليزي هيتابقوا علمات شواء بمنتهى الاهتمام يورجين كلاب كان ليه تصريحات كذا مرة الحقيقة في الفترة الاخيرة متعلقة برضو بالكلام عن التنائي ساد يوماني ومحمد صلاح وطبيعة المنافسة اللي ما بينهم يعني طبعا كل الصحف وكل المواقع الرياضية الانجليزية كلها قاعدة مستنية وعايزة تشوف بقى وتعمل مقارنات بين قيادة واداء محمد صلاح يعني مع منتخب مصر وطبعا نفس الكلام على ساد يوماني والمنتخب السنغالي ربنا يصلح الحال ان شاء الله ونتفرق كلنا النهاردة على مباراة قوية وتكلل يا رب ان شاء الله بنجاح منتخبنا القوم